أنا في تقديري يا سوزي الشفكي و سيد دكتور عبدالله أنه المصريين لما نزلوا في الانتخابات ماوقفوش عند بعض اللحظات يعني يعني هو ماوقفش فقط عند الموقف المشرف للدول المصري في قضية الفلسطينية ماوقفش عند اللحظة اللي شاف فيها غلاء الأسعار وتبرم وتوجع وتألم ماوقفش عند اللحظة دي هو قفز عبر هذه اللحظات هو نظر إلى الوراء تسع سنوات وراء وشاف التحولات الكبيرة اللي حصلت فيه على الأرض وده يفسر يفسر النزوح التصويت لأهالي الريف أنا واقف عند أبرز مشهد مش المرأة أنا بقول دايما أن المرأة عملاق خرج في 30 يونيو ولم يعود منذ ذلك التاريخ شكرا 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 وأنا أرى أنه ليست ظاهرة الآن الظاهرة الحقيقية للمرأة عندما خرجت في 30 يونيو ومنذ ذلك التاريخ لم تعود المرأة إلى بيتها وإلى ثكنتها المرأة في كل استحقاق دستوري وانتخابي وحتى انتخابات النقابات خرج تخرج وتمارس حقها وتقول رأيتها وتوعيد الكفة أنا اللي واقف عنده من المكاسب أهالي الريف أهالي الريف وهنا نستطيع أن نقول أن رسالة التنمية الشاملة طب هل هنا أستأذنك أقدر أقول لك حاجة بمنك حضرتك ذكرت أهالي الريف هل أقدر أحط أهالي الريف وأحط قدامها يعني مشروع حياة كريمة ما هو ده هو ده رسائل التنمية فين؟ هو مين اللي وصل لأهالي الريف الوصل لأهالي الريف مشروعات التنمية العملاقة الضخمة في مشروعات الدولة العملاقة والمشروعات المجتمع المدني وعلى رأسها حياة كريمة والتحالف الأهل الوطني التنموي التنموي احنا بتكلم المشروعات العملاقة خرجت المشروعات لأول مرة المشروعات القومية الاستراتيجية لأول مرة تخرج من الحضر إلى أطراف الدولة المصرية احنا كنا الاول كنا نشوف ان المشروعات كانت بتنحصر في القاهرة الكبرى والمدن الكبرى في مصر اما الصعيد كان غير موجود على قرية التنمية المدن القناة غير موجودة بما يقفي و بما يعكس من قدرها بنتكلم على مطروح على الواد الجديد بنتكلم على و لذلك لما تنظر للمحافظات الحدودية على وجه التحديد لما تبص على الشيخ زويد التي ترمز إلى شمال سيناء اللي تبص على حلاب والشانتين التي ترمز إلى محافظة البحرية ابعد نقطة في الجنوب ابعد نقطة في الشرق ابعد نقطة في الغرب في الضبعة في مطروح الخروج كان كبيرا وكان مشاهدا لانه الرسائل التنمية وصلت وصلت الرسائل التنمية وده بالمناسبة لأول مرة نشوف الدولة المركزية المصرية تخرج أفاق التنمية من المدن الكبرى إلى أطراف الدولة المصرية وهنا حصوا أهلنا في الريف شعروا بأنه لا الدولة معانا موجودة موجودة إحنا معاهم موجودة هما بيقدموا لنا الخدمات وما كانت حياة كريمة إلا مثالا واضحا لهذه المسألة حياة كريمة لما ننظر إليها المواطن في الريف شاف قد إيه هو كل الخدمات عنده وتجري على قدم وساق المشروعات التنمية والتطوير موجودة في كل شارع في مصر مش في كل قدر فلمست الناس لمست الناس بشكل وباشر إحنا كنا بنشتكي ونتكلم ونقول أن المواطن المصري يا دكتور عبدالله ما كانش بيه يعني كانت المؤسسات الدولية الاقتصادية كانت تتحدث جيدا عن الاقتصاد المصري وأنه يتقدم وأنه يعني فيه تحسن كبير وملحوظ المواطن ما كانش شايف ده المواطن لأنه كان يشعر أنه التحسن الاقتصادي يعني أنه هو مباشر بشكل مباشر